اشتركوا في القناة الاربعة التاسع من نوفمبر لسنة 2022 تمر فرصة لتادل التجارب الناجحة والرؤى المستقبلية لتحقيق التنميع الاقتصادي الذكي القائم على البرامي العالمية تستعد شركة إيكوسيسم الاستشارات الإدارية لتنظيم المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ورياد الأعمال وذلك تحريعي وكيلة وزارة مالية أسيل المنيف حيث سينطلق لمأتمار منالكاويت في لال الفترة من 15 إلى 17 الجاري من الساعة واحد ظهر إلى 12 صباحا بتوقيتا لكاويت عبر من الصهوفال الذكاء الاصطناعي وفي هذا السياق قالت دا نقطة هانادي لنبرك رئيس المؤتمر والمؤسسة لشركة إيكوسيسم الاستشارات الإدارية والمستشارة في التنوع الاقتصادي والابتكار إن المؤتمر سيحظى بمشاركة 36 بل من جميعا حال العالم بعدد 321 من الخبر والنخبة لقتصادية المتخصص وأضافة أن المؤتمر سيشهد حضو الشيوخ وزارة وشخصية قيادية لتبادل التجارب الناجحة والرؤى المستقبلية لتحقيق التنوع الاقتصادي الذكي القائم على البرام العالمية وتماشيا مع رؤى الدول الخليجية مثل رؤية القوية وسلطن عمان والبحرين واقتر 2030 ورؤية السعودية 2035 ورؤية دولة الإمارات المتحدة 2050 وبينت لمؤتمر أن المؤتمر سيشهد مشاركة وزير التربية والتعليم سابقا دنقطة موضي لحمود ورئيس تخطيط الاستراتيجي لبنك برقان مناف الميفي وممثل البنك الدولي في الكويت غسان خوج والرئيس التنفيذ للعلاقات وشؤنا لمساي بشركة زيناء لكوية وليا بيا لخشتي ومساي ورئيس معهد المرأة للتينمية والسلان دنقطة كوفر جوعا كما سيشارك في المؤتمر ممثل منظمة الأمم المتحدة لنقطة طارق شيف ومن الملكة العربية السعودية عدلاه المزرع المدير للعام لمكتب براءات الاختراع في الأمان العام مجلس التعاون الخليجي ومن الإمارات نقطة عبدلي لها لحمدية مدير إدارة الاستراتيجيات في وزارة العدل والعقيدة عبدلي صمد سيمان المدير لعمل شواريادة ولمستقبل لهيئة الاتحادية لهويت والجنسية والجمارك وأمان المناف ولنقطة للأبي وغزالة رئيس مجموعة أبي وغزالة أضف تعليق